كافيين لقائنا معكم مشاهدينا وبفقرة بيتس بسن استضيف دكتور هلم نير طبيبة بيطرية وأستاذة جامعية صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك معنا بيتل الليميار منورسات حضرتكم نقل على فيتريناير ورح نحكي اليوم عن حديث الصيعة اللي هو الكورونا فيروس ورح نحكي أكتر عن علاقته بحيوانات الأليفة لأن بعرف كثير أشخاص خصوصي بلبنان عم بتربح حيوانات أليفة ببيتها فرح هيك نشو إذا فيلية بين الحيوانات الأليفة وكورونا فيروس وشو الأساليب الوقاية والبريكوسيون لازم نخذها لنحمي حالنا ونحمي عيالنا أول شي بحبطة من المشاهدين والعالم أن الحيوانات الأليفة اللي موجودة عنا الكلاب والبسينات ما بتنقول الكورونا فيروس للإنسان وأهم شي أنه ما يكبوون يعني بالعكس يهتمون فييون رح نقول أن الكورونا فيروس كمانا هو من أيام زمان موجود يعني عند الحيوانات موجود مزمان موجود مزمان موجود مزمان موجود مزمان موجود مزمان ما هو الكورونا فيروس عند البسينات ما هو الكورونا فيروس عند الكلاب حتى نطمين المشاهدين كمانا رح نقول بعض من شو بينتقل أول شي عند البسينات أهم شي من البراز تبعولون بالليتيار لازم ننتبه ننظفه منيح لأنه إذا عنا عدة بسينات بنتقل بين بعضهم بين بسينة وبسينة وبين الأناتة والتكورة سيلا ممشوز تاني شي لازم الليتيار تتنظف يعني بين شال التراب تبعولون إذا عملوا البراز بينكاب، بينزيد محلو أو بعد فترة لازم يتنظف كمبلتما الليتيار أو الحوت وان بلوس إذا كانوا كتار بسينات يعني بكاج معينة أو عند أشخاص عندهم كتير بسينات لازم دايماً ينطفوا أهم شي النظافة إذا نصاب البسين بالكورونا فيروس شو هننا العوارد رح نقولون هي الأميغريسمان ضعف يضعف فجأة نفتكر مثلاً إذا صار معه فميسمان لأنه أكل شي داية بس إذا بيان بالداري أنه في شوية دام لازم نفكر ضغر ناخده عند الفيترينير وهو الفيترينير بحدد حالته إذا كنت كورونا أو لا شو هو الفيروس اسمه اللي هو فلاين انتريك كورونا كورونا فيروس هو بيسيب الأمعاء وفي واحد تاني الاسمه الـ الفي بي يلي هو فلاين انفكشن كورونا فيروس بيسيب الكوريات البيض أو عند البسينات بالدم نعم لذلك العلاجات هنا انتبيوتك وإذا تبين عند الشخص الحالي يتوجد عند البسينات البسينات يتوجد عند البسينات تايع الجوة ويعطوها التراتمات أكيد البسينات حكينا هنا حكينا عن البسينات كنا كتير عم نشوف على كل الأشخاص كان هناك خبرية تحت لها وقتين مش مظبوطة ان البسينات بيقدروا يلقطوا الفيروس من الإنسان أو بيقدر إذا هني يلقطوا الفيروس يساعدوا الإنسان هذا الشي مش مظبوط مش مظبوط لأنه لنا تيب غير تيب الإنسان يلي هو كوفيد 19 يلي من الإنسان للإنسان أما البسينات بعناقلين انه هو FECV أو FICV يعني ما بيقدروا البسينات أو الإنسان يعدوا بعض بهذا الفيروس في حال أكيد حدا مرد صح من الطرفين مظبوط هننتقل هلا عند الكلاب كمانا بتنشوف إذا هيد الحالة تنطبق عليهم أو لا كمانا الكلاب بنصابه بالكورونا فيروس وكمانا الحالة هو اسمه التيب ألفا كورونا فيروس هي من الفاميه دي كورونا فيريدي كمانا قديم كمانا كتير قديم وفيه شغلي بتميزه عن غير مرض يلي هو أكيد السمتومات أو العوارد يلي هنين كمانا ضعف أو عدم الأكل أو الأميغرسمان يعني كمانا فيه الفومسمان وفي الديارة وهي الديارة بالأخص بدي أولا هذه بدي أحددها بالعربية هي المخات والدم يعني لأنه فيه بتميزه عن مرض ديني يلي اسمه البارفوفيروس يلي هو كمانا خطير للكلاب ولل يعني للكلاب بالأخص خطير بيشبه الكورونا فيروس لذلك لازم ننتبه لهالنقطة كمانا ما بيعده الإنسان نو 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 نطمن أنه ما بيعده الإنسان بس هو بينصاب فيه أكيد لازم يتعلاج وفيه علاجات لازم يتعلاج مثل الانتيبيوتيك وفيتامينات اكسترا ومصل كمان بس نشوف هالسامتوم أو هالعوارض ضغرم ناخد الحيوان الأليف طبعنا عند الفيتارينار وهو أكيد بيفحصه وبيشخص الحالة طبعه وبيعطيه التراتماء أو العلاج مناسب لأله كتير عم نشوف هالأ أشخاص عم بيخافوا أو بس كن حدا عم بيمشي الكلب على طريق العالم بتبعد أنه نطبهه مزبوط أو ما تقربوا عليهم أو ما تدقوا فيهم هيدا الشي مش مزبوط إذن يعرفوا العالم مزبوط وأفضل شي هو أنه الواحد يعمل له فاكسناته بالوقت المحدد للكلب أو للبسينة هيك بيحميه من كل الأمراض وأهم شي ما نضيع الكرنيد سنتيه تبع الحيوان حتى ما نرجع نعيد أو ما نعمل أو يكون فيه إشياء نقصة تيضلون أجور وأهم شي نعطيهم الفيرميفوج اللي هي شربة للدود أو حبوب للدود إن كان البسينات أو للكلاب والفاكسنات اللي يجب أن نعطي للبسينات أو للكلاب كان الفاكسان كثير مهم لازم كل أشخاص يعملوا الطعام وهنا يعني على الكرنيد يكتبون الدات أكيد الدات وفي ختم الحكيم والسيناتور تبعيته إنه أخذتوا الفاكسان كيلفوا قدامهم هيدا السويفي أو هيدا المتابعة الطبية للحيوانات الأليفة بالبقى؟ دائماً لازم تكون في السويفي لأن الحيوان ما بيحكي ما رح يقلنا أنه أنا موجوع أو مدية دائماً لازم كفيترينير وكأشخاص عنا حيوانات لازم دائماً نتابع الحيوانات ننتبه لهم ننظف لهم نطعميهم مضبوط لأنه كمان النوتريسيون المال نوتريسيون هي كمان أساس السوق التغذية هي أساس الأمراض الحيوانات الفيروس بس طلع الكورونافيروس بلش في الصين نعم وبلش من وراء حيوانات برية صح يعني كان من الوطوات، كان من الحشرات، كان من الحياة من هون طلع المرض ولاش نسمعيني المصدر هو كان الحيوانات البرية أدي العالم لازم ينتبهوا من هالحيوانات البرية وينتبهوا من هالموضوع هلأ هون عنا بلبنان ما عنا هالوطويت أو هالحياة أو هالطيور أو هاله نحن سيف، صح، بس معنا هالطريقة الأكل يلي بيكلوه بالصين يلي هي أكيد نصابوا فيها بعض الناس يلي قالوا هلأ ما في شيء أكيد، ما في شيء دراسات أكدت أسان بورسان أنه من هالحيوانات، بعد فيرى عم بيطلوه وعم بيحكو عنا، تباين أنه فيه بروف أسان بورسان أنه أجدنا هالحيوانات، عنا شجر اليوم معنا هي البسينة تبعيتك مزبوط دع أمرا أنا أدمي أنا أدمي السنة ونوص عمشوقها كانت شوي خائفة تستحية أول ما أصدق على الستوديو هلأ بلشت تستكشف صح إذا بدنا نحكي كمينا شوي عن نطمن العالم كتير ناس بيخافوا على أولادهم كتير ناس بيخافوا على عيالهم شو لازم نعمل؟ وإذا كمانا غير إذا عنا مثلا يمكن هامستر إذا عنا أرنب إذا عنا عصفور كمانا شو لازم نعمل لتفادئ أنه أهم شي دائما هي يعني كيف للإنسان نغسل إيدينا أهم شي نغسل إيدينا ونجيب دائما ويت وايبس أو شي إذا بدنا ننضفلون أو لإلنا بعد ما ننضفلون نحنا كمان نرجع نغسل إيدينا ويكون معنا سانيتايزر أو هايجين جيل أو هيدا دائما نكون نعم إيدينا نعم إيدينا هاي أهم شي ماتفل في باش فيسبوك لقلك في باش فيسبوك هلا منيار هلا منيار دكتور فيترينال في أكيد يتوصلوا معك يعملوا لايك للباش صح ويسألوك حيالة السؤال وأكيد أنت هتكون عم بتجاوبة عليهم إن شاء الله هيك بيكون لنا لقاءات مقبلة معيك لنضوء أكتر على الموضوع بعد كن في كتير مشاهدين عندهم أسئلة إن شاء الله بالحلقات الجاية هيك مكونوا عم بيقدروا يتصلوا وكمان ياخدوا رأيك ويستشيروك بعدة موضع تتعلق بحيوانات ونقليفة مرشي بوكو لألكم لتالي لميار لإشتطافتكم لألي تانكي ومارسي إليك وتحية كمان لشوغر كانت هيك الضيفل سبيسيال معنا اليوم شوكرا لك هلم نير طبيبة بيطرية وأستاذة جامعية مشاهدينا هيك كانت فقرة بات لليوم رح يكون مع بريك صغير ومبعد من كف حلقتنا خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر